اللي هيك اتقبل التوقف بتلت مباريات اسماعيلي بنك زماليك كسبت بجدارة واستحقاق متصدر الدوري ابتدت المرحلة التانية هيبقى حيتخلى لهم تلت مباريات ايضا كانت اول مبارة مبارح كسبت المولين 1-0 عندك مبارة بعد بكرة يوم الاتنين امام محلة في المحلة اللي كسبونا السنة فاتت هناك 1-0 فبتالي المبارة صعبة جدا جدا فريق محترم اوي وفي وجود جمهور كمان جمهور المحلة جمهور كبير فالمطش حيبقى صعب اوي وحتختم المرحلة دي قبل التوقف تاني عشان كاس العرب بمطش اسموحة يوم الخميس مهم اوي ان انت تخلص المرحلة التانية زي ما خلصت المرحلة الاولى رغم صعوبة المنافسة ويا جماعة دازم نبقى فاهمين مش كل مطش الاهلي هيكسب 5 و 4 وكلام من ده لا انت بتلاعب فرق تقيل بامكانيات مميزة المنافسة صعبة لكن اللي يبسط الواحد ان الاهلي بصراحة الفرقة بتعمل كل علياه في الملعب وان النتائج زي ما احنا عايزينها الشكل زي ما احنا عايزين اه ممكن تختلف تغيير ده عادي لكن النتج في الاخر ايه الاهلي بيحققوا بصراحة 3 نقاط 3 مطشات كلين شيت ودي جزئية مهمة اوي وفي اعتقادي الشخص يعني ان المسلمان يغير طريقة اللعبة تحديدا بسبب الاهداف اللي كان بتدخل مرمى النادي الاهلي اسنان اللي فاتك كتير لدرجة ان فريق الحرس الوطري مع كامل احترام والتقدير ليه جاب فينا جونين جون برا ملعبنا على ملعبه وجون على ملعبنا فمن هنا فقر الراجل اشتغل ودي حاجة تحسب له ان هو يغير طريقة اللعبة اللي قاتت بثمارها واللي كانت نتجاتها ايه ان الاهلي مدخلش فيه اهداف جرف ومبرة واحدة امام الزمالك والتها طبيعي بيتلعب فريق كبير زي الزمالك وارد جدا ان انت تدخل فيك اهداف يعني فان شاء الله بإذن الله المرحلة التانية دي تخلص زي المرحلة الاولى وعندك بعد كده بعد فترة التوقف ما تخلص فان شاء الله بإذن الله اخدنا خطوة خطوة ومهم جدا ان احنا نحقق كل الاهداف بإذن الله بجهاز فاني محترم والعيبة جيدة جيدة ركز بقى معي في الحتة دي لان الموضوع ده بصراحة بقى اوفر قوي بقى